سلام المسيح أختي زهراء سلام المسيح بتفتح الميكرو إذا متسريدي مفتوح علي صوتك بقلبك أختي أهلا وسهلا بقلبك زهراء أهلا وسهلا فيك ببرنامج سهرة روحية هم حطة سات سبعة دايما متعودين نسمع شهدات حيات هم حطة سات سبعة تغني وتأكد أنه يسوع حي وبعده هم بيغير شو عمل يسوع وشو تشبهي أنت شو منذكة لأشهر أول شي أنا من خلصية مسيحية أنا عابرة للمسيح أنا عبرت من الظلمة للنور عبرت من الموت للحياة أنا كنت أول شغلة بدي بليش أنا خلقت بعائلة مفككة أهلي كانوا مطلعين من أنا وصغيرة كان عمري ثمانة شهور أما تركتنا وفلت ربوني ستة وجدة وباية وبتعرف أنت خيئ أنه العائلة المفككة قدي قدي الولد بيكون ضايع بهذه المرحلة كنت مشردة كنت نام يوم هون يوم هون فترة هون فترة هون تعرضت لتحرّش جنسي أنا وصغيرة كنت كثير صغيرة وهيدا شي كبر معي وأنا كبرت كنت ضايعا كنت ما كان عندي ثبات ما كان عندي ثبات كنت ضلني كنت ضلني ضايعا كنت ضلني ما بركز كنت ما أنا شاطرة بالمدرسة ما بدرس ما بدأ أدرس بدأ ضلني ما بعرف فهيدا شي صار يكبر فيه شوي شوي شفت مشاهدي كتير بشعة أنا وصغيرة ذكريات بتوجع ذكريات مؤلمة شوية شوية صرت أكبر بهيد الحياة كنت مش مقبولة كنت روح لهون يتزمر روح لهون يتزمر اسمع كلام كتير بشع بعمر صغير عم بحكي بعمر سبعة ثانية جوزت أمي تاني مرة جوز بيه تاني مرة هذا كله سبعة وثمانية سنين كبرت صار عمري 12 سنة بيه جوز مرة تانية والمرة اللي بيه جوزها كانت مرة مش منيحة من ورا الحياة اللي عشتها عمري 15 سنة 16 سنة رحت تجوزت لإخلص من اللي أنا في لإخلص من هيدا التوشي رحت تتجوزت بتجوز حدا علاقتنا مع بعض ما كانت منيحة خيئة أنا كان عمري 16 والشخص اللي تجوزت كان عمره 33 فكان في كتير فرق بالعمر بيناتنا هو ما قدر ينزل لعندي وأنا أكيد ما قدرت أطلع لعنده وأنا جاية أصلاً لعنده مدمرة وهو أصلاً كماني مدمرة فكيف بدنا نركب مع بعض ماذا كانت منيحة أطلع؟ صار في طلع أول شي جبت بنت صار في بفترة الزواج كانت فترة كتير صعبة بحياتي كانت فترة أنا ما عارف حالي شو عم بعمل ما في بيناتنا ما في بيناتنا كامستري ما في بيناتنا علاقة علاقة زوجية مهم طلقت طلقت ع عمر السبعتعش ع عمر ثمنتعش راحت بنتي أنو أخذوها أنا هون عملت فالج بلشت بأدوية الأعصاب بلشت بأدوية الأعصاب عملت فالج بارد صار معي لقوة بكل جسمي بطل فيها تحرك لفترة بعدين صار تقوم وقمشي وكل شي هون قلت بركي أنا إذا برجع بعمل حياتي من جديد بتجوز مرة تانية بعيش مرة تانية حياتي منيحة بركي أنا بقدر عود شوي فهون بتجي صدمة تانية إنو الشاب اللي أنا كنت ع أساس بدي أتجوزه بيقلي إنو أحلي ما قبلوا فيك لأنك مطلع فهون كمان كانت صدمة كبيرة لألي كنتي بها الفترة ما كنتي تسلي أبدا ما كانت فيه الله بحياتي هلأ هون بعد شوي بلشت موجة تساؤلات يعني هوني أنا لما صرت أقول طب إدوية عصاب عاملة 18 هلاك صرت أنتئم من حالي صرت أظهر مع هيدا وهيدا وهيدا صرت صاحب هيدا وهيدا صرت عيشعة بس كرمال أخد ضواء عصاب صرت كل خمس دايق عشر دايق بدأ أخد حبة كل عشر دايق بدأ أخد حبة هون قلت أنا بلشت أسأل صار عندي ثورة وين الله طب إنو أنا كل حياتي بي جابرني على الصلاة بي جابرني على كتير إشي أنا ما كنت حبة فأنا أقول ما بدي صلي يبقى بي بالقودة عم بيصلي أنا عد أداف بده بياخد وقت الصلاة معه كرمال أنا صلي عد وإطلع لعنده فهون إنو كنتي أنتي بإيمانك ملتزمة محجبة كنت محجبة نعم كان بي جابرني على حجاب من عمري كتير صغير وأنا ما كان بدي أول موضوع أنا كان بدي اكسره هو موضوع الحجاب أنا ما كانت بلانته ما كانت رفضته كليا وكنت مجبورة صلي أنا مجبورة صلي ينطرني على الباب بي حتى قفوا تصلي أنا قل له ما بدي ما بدي صلي هيدا الله اللي عم صليله الله مش موجود إنو لو الله موجود ما بيقبل ما بيقبل يصير اللي عم بيصير فيه كانت صلي لإله مش موجود صلي لإله من عدم ما بعرف صلي للهوى صلي 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 وضلني متل ما أنا ما في شي يتغير حتى أنا ما اتغير حتى ما كان عندي سلام أنا حكيت بالموضوع الاجتماعي بالموضوع النفسي أنا كنت حدا مش مقبول أنا كنت اشحط حب اشحط سلام اشحط كلمة حلوة اشحط حدا يقلي كيفك تخيل أنت عيش بحياة بس ناطر حدا يتذكرك أو ناطر حدا يقلك كيفك ما كان عندي ولا شيء أبدا هوني أنا عمرت ثورة ثورة بأفكاري ثورة بكل شيء ثورة بكلامي ثورة مع بي ثورة مع أهلي ثورة مع الكل ما بدي أكون عشت من عمر 18 سنة لعمر 22 سنة وأنا بهيدا الثورة كل يوم مشاكل مع أهلي كل يوم مشاكل مع بي ما بدي ما بدي هالحياة ما بدي هالحياة بدي أخلق شيء جديد ما أعرف شو هو وخياتوني أنا الرب هيدا الوقت كان عم بيحضرني عم بيحضرني أنا من أنا وصغيرة الرب ذكرني فيها مش من زمان إنو أنا حضرت لك شهادة حياة كان عمري 9 سنين عشر سنين حضرت شهادة حياة وكانت من أنا وصغيرة فكر وقول إنو أنا يوما ما حفر له حقامو المسيحية بس ما أفهم أنا اللي عم بيحكي هيك فهون عمري 22 سنة الرب كتير الرب كتير متواضع بينزل لمستوى تفكيرنا بينزل لعنا ليرفعنا لعنده فهون بهيدا الوقت أنا كنت بيحاجة لشي كتير أرضي يعني كنت عم صلي لهيدا الإله المش موجود إذا بدك عم صلي وعم بطلب إنو بدي هيدا الشي سير بدي هيدا الشي سير فهون أنا عم بقلب بهالتليفون ليلى من الليالي بشوف سورة الديث بتطلع هيك بقول إذا الله ما عمل شي أنت بتكتعمل حلعاني ما لحصل لي بتطلع لي السورة مرة تانية ومرة تالتة فهون بقول أنا لأ في شي مش مزبوط في شي مش طبيعي في شي عم بصير إنو لازم أعمل شي قلت له لك إذا أنتو صح عمل لي هالشغلة وبعدك بدي 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 أتعمد هيك باللا وعي عم بيحكي مش كنت يعني كنت أخذي شي كل نهار بحبوب أعصاب فهون بعد نص ساعة صار الشي رباتية بتعرف بعد كم يوم بتعرف على شخص وهيدا الشخص بيقلي أنا لح سيادك وما تعترهم وأنا لح سيادك وهيكي بخبروا عن أنا شو صار معي وهون بيصير بتزيد المشاكل ببت أهلي كتير كتير بيحمل حالي وبقول أنه أنا بدي فل من البيت وين بدي فل ما بعرف بيخدني هيدا الشخص بعيش معه مساكنة لفترة وهيدا الشخص بيخدني لعندك بتقوم بتقوم بتقلي أنت أختي زهرة شو هتتقل اللي عم تحكي فيه كان لساني تقيل ما كنت هيك أكيد فبقلك أنا شو أول مرة بسمع هيك شي فبتقلي أنت في رياضة روحية بديك تطلع أم أنا قلت رياضة روحية بدي أخذ معي أم أنا قلت براسة أكيد شايفنا ناس هكرمل هيك بدوا يخذني على رياضة روحية ما كنت قفهم شي أنا رياضة روحية طلعت على رياضة روحية سمح الرب أن أطلع على رياضة روحية صارت تشوف العالم فرحانة صارت تشوف العالم عندها شي أنا ما عندي صارت تشوف لأول مرة كنت بختبر الحب خياتواني ناس تمروا من حد تقلي سلام المسيح أنا أحبك أخوة مرؤ من حد تقولي أنا أحبك أنا أقول أفضل أنه هناك شخص يحبني أنا لا أحبني لا أحبت وقت الصلاة الامتلا اختبرت الرب يسوع اختبرت الولادة الجديدة اختبرت عملت ربو ثاني يوم ثالث يوم أفضل أنا أبدأ أبدأ يعني الرب فتح لديني أنا أبدأ 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 أسمع حكة جديدة أبدأ أسمع كلام حلو أنا لم أسمعته قبل فهون بدأت حياتي تغير هذا شخصي كنت عاملة موسيكنة تركني بنصف الطريق وفل فأنا هون بطل عندي إلا هول الإخوة الجماعية هول الإخوة الجماعية التي كنت عم بروح لعندهم على الجماعات على الصلاة وهيكي فهون بدأت حياتي شوي 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 إجاني كتير إغراءات من العالم إن أترك هذا الطريق وإرجع لكن ما كنت عم بقدر كل مرة كنت عم بنزل أو كنت مرة كنت عم فكر أترك الرب كان الرب عم بيشدني كان الرب عم بيقلي لأوين رايح وتركتيني أنا معك وين بزي كتروحي أنا دوقتك شي بحياتي ما دقتي عنجا تزوقوا وانظروا ما قطع بالرب بقيت عم بتمسك عم بتمسك عم بتمسك عم بعطي كل طاقتة وكل قوتي لحد ما إجيت كورونا كورونا إجيت وإبليس بيعرف نقطة ضعفنا بيعرف من وين بينطر ثقب القبرة ليفوت ويدمرنا ويهلكنا فإجيت كورونا بطلنا اجتماعات بطلنا صلوات فضعفت كتير بها الفترة أنا كتير ضعفت اتعبت كتير صرت اجتاء كتير لأهلي صرت العواطف تلعب والمشاعر تلعب لأنه إبليس بيلعب على المشاعر وبيعرف نقطة ضعفنا فرحت نزلت عند أهلي بها الفترة اللي نزلت فيها عند أهلي صرت تعيش الإنجيل بمعنى أنه الرب تذكر أنا كان يقول أنتم من العالم ولستم من هذا العالم طب أنا لي جيت لهون أنا شو جابني لهون أنه لأ أنا هيدا مش محلي صرت صرت دائما أقول لأ يسوع بليز جاء خلاق بقلبي أنا اشتقتلك أنا 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 أهلي صرت عندك قائبة مطبعية صرت أمشي بالعالم وشوف الناس صوداء فأهلي أخذوني عند حكيم نفسي وهيدا الحكيم النفسي قال أنه أنت أنت عندي انفصان بالشخصية ومجنونة وأنا في الوقت كانت كثير بدخن حشيش كثير 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 كنت حدا بدخن حشيش بشكل مش طبيعي يعني أنا كنت بسقعة لازم بلش نهار بشي ستة سبعة هيك بلش نهار فبلشت إكره حالي من جديد لحد ما هوني كنهار قررت أني إجرى عندك أول شي قلتلي أنا كنت ناطري لأ ترجعي فعطيتني كتب إقراها إرجعت لطحت بس كنت ناطرة كلمة واضحة من الرب إن أرجع عالجماعة إن أرجع صلي إن أرجع لخدمة الجماعة وهايك فسمح الرب إن أرجع من خلال حلم صغير من خلال حلم صغير قال لي رب فيه إذا أنت حتضل كوافة محلك حترجع حتتطلع لطحت حتتموت قومي حملي حالي كفلي حملت حالي وفلت خي بس كنت عم بسأل دايما سؤال واحد عم بقل له يا رب إذا أنت بدك ياني وإذا أنت عم تعيتلي وهيك أنا بس عندي سؤال ليش ليش نزلتني لتحت فأنا كان عند بنتي عمره تسع سنين كانت قاعدة حد قالتلي ماما أنا حاسة إنه يسوع نزلك لتحت بس لا تجي وتجيبيني معك وهون رب كلمني من خلال بنتي آمين 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 شو حلو أنا ما بيشبع منك أكيد أنت كتير حكيت حكيء أكيد كتير لمستني هيك خبرة حياتك مع الرب إنه إنساني ربي ببيئة غير مسيحية اختبرت الرب الرب لمس لقلبها لمس ل تركتي الدواء تركت الدواء تركت الحشيش بطلت تكوني شحادة حب آمين أنا صرت فيت حب آمين أنا اللي بيشوفنا بيقلي زهرة أنت كلك حب أنا صرت فيت حب أكيد بطلت أشهد حب نشكر الرب نشكر الرب عليك ربي بركك وتحيش وتشهدي للرب يسوى مسيح